الخبر الاخير معنا وزي ما قلنا مرة فاتت هنختفى بسرعة كده ان برضو مصريين مش عرفين برا مش صلاح بس مشرفنا برضو مصريين مش عرفين برا وبالذات دلوقتي في السعودية عليها سبوت جامل جدا احمد حجازي وطرق حامد كسبه كاس السوبر السعودي معنادي تحجد ده لاول مرة في تاريخ تحجد وده انجاز كبير جدا موجودين في كل مصريين في كل حتة حاجة تانية كمان المهمة برضو ان حجازي كان كابتن الفريق وقف عكاس وده تقريبا اول كابتن في تاريخ نادي اتحجد اول كابتن اجنبي في اتحاد جده بصبت انه مكنش سعودي يرفع بطولة حجازي عامل اداء كويس جدا مع اتحاد جده وطرق حامد نفس الكلام مبروك للاثنين من البطولة انها تكون اول بطولة تخش خزينة نادي اتحاد جده من عندها كبيرة جدا جمهريا واندية عريقة مثلا اللقب بتاعه العميد من اندية كبيرة جدا في السعودية ابروك ليهم البطولة وان شاء الله التوفيق والاستمرارية ليهم على طول دي كانت الاخبار اللي احنا لم ناهد هسألك انا سؤال بقى يعني هنروح شوال الهاندبول انت مش حاسس مثلا او شايف ان الجماهير شوية متضايقة من منتخب الهاندبول منتخب الهاندبول بتاعنا كان عندنا طموحات كبيرة جدا لان هو يحتل مركز احسن من مركز السابع واحتل السنة دي مركز السابع بعد ما كسب اخذ مارش واستنس فادر برضو اللي كانت تتلعق مصر احتل مركز السابع برضو عندنا لعيبة كويسة زي ما قلت لك قبل كده عندنا المدرر كويس بس مش عاوز اقول الظروف لا كان في بطر العالم هو التاسب بطوله السنة دي اقصرناه ومنتخب الديوارك منتخب تيل اقصرنا مع متخب مش كبير احنا نكسرنا بكده منتخب السويد وقصرنا من المنتخب الالي يحنا نكسرنا قبل كده. كان ممكن نحتل المركز اعلى من السابع خمس مثلا بعد ما عبد ما زبنا من السويد رعندنا بأغشاء باليد ونلعب حاجاجة اسمها مراحل تريك بي فهنا ننعب مع المانيا التط Twoi December crown you five فحنا خسرنا قالوا ان احنا كسبناها في الانبيات الاخيرة كسبناها في الانبيات الاخيرة وطلعناهم من الانبيات كسبنا سويد كان فيه طموح النزي او الفرق دي كسبناها قبل كده فنقدر نكسبها تاني بس يعني ان شاء الله بس حلوة ان احنا على الاقل حفظنا ما اخدناش حاجة فيعني تمام ان شاء الله السنة جاية مش هي السنة جاية ورد عايته سنة 24 ان شاء الله ناخد بقى مرتبة مرسي جدا يا طارق شكرا جدا لك النهاردة شكرا لكم عشان فرقتوا علينا وفرقتوا على الاخبار الرياضية زي ما انتم متعودين وزي ما نقولكم كل يوم الساعة 11 هنكون معاكم بنكلمكم عن كل اخبار اللي بتحصل حواليكم كل يوم اربع يكون معنا احمد طارق نتكلم عن كل الاخبار اللي هي علاقة بالرياضة اي حاجة عايزين تعرفوها يبقى تقولنا على زي امز ويكلمونا على انستجرام وكمان متنسوش تعملنا فالو على تيك توك تويتر فيسبوك انستجرام يوتيوب كل البلاتفورمز اللي هتلاقوها هتلاقونا عليها وكمان متنسوش لو عايزين اي حاجة لو شفتوا اي حاجة وعايزين ان احنا ننزلها عندنا على طول احنا هنشارتها على طول ويوتيوب صوروها اعملوا حطوها ستوري اكتبوا هاشتاج اعملو لنا مانشن واحنا هنشارتها على طول ثان �یع سganrá معانبو اجلى تاباتي محث بدم للمتار verte Woman ج exiting كذب نظري محث ب نظري بح露 محث بات leur